كشف سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة كشف عن توقيع هاقد استثمار وتطوير المرحلة الثانية من ممشى الاستقلال بمنطقة الرفاع بقيمة اجمالية تبلغ مليونا واربعمائة وخمسة وسبعين الف دينار بحريني وزير شؤون البلديات والزراعة اشار الى ان تشجيع الاستثمار في الاملاكة الحكومية يأتي انطلاقا من رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين باشراك القطاع الخاص باستغلال الاملاك البلدية واستثمارها بما يحقق المنفعة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين موضحا ان المشروع يتضمن انشاء ملاعب ومحال تجارية ومواقف للسيارات اضافة لمسطحات خضراء وزراعة الاشجار في موقع المشروع واشار الوزير المبارك الى ان مملكة البحرين تمتلك بنية تحتية مؤهلة لاقامة مختلف المشاريع العقرية كما تمتلك منظومة تشريعات محفزة واجراءات ميسرة للمستثمرين في مختلف القطاعات بما فيها الاستثمار في الاملاك البلدية ترجمة نانسي قنقر